اشتركوا في القناة اود بداية ان اؤكد ان زيارة وفق مجلس النواب برئاسة معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تكتسب اهمية خاصة لتزامنها مع زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للامارات واجراء جلالته مباحثات اخوية ودية مع اخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل مهيان رئيس دولة الامارات حفظه الله وتأتي الزيارة البرلمانية بناء على دعوة رسمية كريمة من معالي السيد صقر اقباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي وتمثل خطوة للانفتاح على مرحلة جديدة من مراحل العمل البرلماني المشترك والتعاون المتنامي الذي يتسم بالخصوصية نظرا للعلاقات الاخوية الفريدة والاستثنائية الراسخة بين البحرين والامارات على المستويين الرسمي والشعبي والتي ترتكز على الوشائج المتينة وتستظل بمشتركات واسعة ولقد تشرف الوفد البرلماني اليوم بلقاء سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم زبي حفظه الله حيث اتسم اللقاء مع سموه بالحديث المعبر عن ما يجمع البحرين والامارات من أخوة مستمرة ومتجذرة وما يوحدهما من نصية ورؤية وتطلعات وقد تلمثنا من سموه الإشادة الصادقة بما تشهده مملكة البحرين من تطور تنموي وديمقراطي متواصل استنارة برؤية جلالة الملك المعظم رعاه الله وفي ظل الجهود التطويرية والترموية الواتعة التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كما وجدنا خلال اللقاء حديث سموه الداعم للدور التشريعي بين البلدين الشقيقتين بما يسهم في مساندة المشاريع والبرامج وتوسعة قطر التعاون البحريني الاماراتي ونحن نتوسم من هذه الزيارة التي تأتي في سياق تفعيل الدبلوماتية البرلمانية أن تأخذ بالعلاقات البرلمانية بين البحرين والامارات إلى مستويات تتسق بحجم التقارب الحاصل بين البلدين وما توليه القيادة في البلدين من حرط على تحقيق الانتجام والتعاون والتنفيق السام في مختلف المجالات وهو ما انعكث عن مباحثات التي جرت مع معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي حيث ارتكز الحديث على المضي قدما في التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب وتوحيد المواقف في المحافلة الاقليمية والدولية ونحن في الحقيقة ننظر للبحرين والامارات باعتبارهما وطن واحد نظير الشراك المتقدمة والرؤية الموحدة إزاء مختلف القضايا الرامية لتحقيق السلام وخدمة الإنسانية ونشرق قيم المبادئ والستسامة ودعم الجهود الرامية لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم وهي قاعدة وجدنا الحرص خلال مباحثاتنا في الوقوف عليها وبإذن الله من المقرر أن تشهد هذه الزيارة المزيد من اللقاءات مع المسؤولين والبرلمانيين في دولة الإمارات سعيا لتحقيق ما فيه خير للبلدين والشعبين الشقيقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم سعادة السيدة مريم الصايغ عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر